نتكلم النهاردة في موضوع يمكن احنا بنقوله كتير في الفترة الأخيرة احنا بنتكلم على بناء الإنسان المصري حد هيسمع ويقول طيب ده شيء لطيف جدا وشيء عظيم جدا أن يحصل بناء للإنسان المصري بس بناء يعني هل أنا مثلا ممكن أكون يعني تجاوست العشرين والثلاثين أو الاربعين أو الخمسين أو حتى الستين سنة وبتكلموني في بناء الإنسان طب هو ليه علاقة بالسن ولا هو ملوش علاقة بالسن ولا هو تحديد مصار أو تعديل مصار للوعي الخاص بي والمسلمات الموروصة اللي أنا ممكن أكون متربي عليها والثقافة نفسها اللي أنا يعني كبرت عنها والتاريخ برضو أكيد ليه بعض النمازج فيه تعديل مصار وسلوكيات الإنسان وبناء الإنسان نعم نتكلم في الموضوع يعني بناء الإنسان كلمة بناء أساساً تشير إلى هل هناك هدم فأعيد بناءه أم هناك لون من ألوان شبه الهدم فبقى أعيد تشهيده كل هذه الأمور تدخل تحت إطار كلمة بناء لكن خلينا لو إحنا خدناها بمفهوم أن الإنسان يكون طاقات متجددة على الدوام لا يشترط فيها مسألة السن وإنما كل ما يتطلبه الأمر من لون من ألوان التجديد ومواكبة العصر فهذا يسمى تجديد وترميم للشخصية أي أن كان الهدف المأمول منها حتى ذكرت للتاريخ ومثل هذه الأمور الأوطان لا تبنى إلا بالإنسان حتى لو كانت الأوطان تبنى كعمارة جميلة ورائعة ويمكن هناك مثل البشر قبل الحجر نعم البشر قبل الحجر اليابان حينما تحطمت تماما وكانت كومة من التراب ما الذي حدث عملوا على بناء الإنسان فصارت اليابان التي نرها الآن لو كان العكس سور الصين العظيم ونحن نعلم ما الذي يمثله سور الصين العظيم من حضارة ومن حاجة من الأشياء التي تعتبر من النمازج النادرة والفريدة في العالم كله لكن هل هذا الصور منع الغزاة من الدخول إليه لم يمنع الغزاة من الدخول إليه إلا من خلال بوابات عليها إنسان لم يبنى البناء الصحيح فأخذ منهم الرشاوة ودخلوا عبر هذا الصور إذن القصة لم تكن في الحجر وفي البناء وإنما لابد أن يكون في شخصية الإنسان بناء الإنسان بناء الإنسان وبناء الإنسان من تعليم ومن ثقافة دينية ومن إعلام كل هذه الأمور لابد أن تتضافر كلها في بناء هذه الشخصية حتى يصل إلى المستوى اللائق به طيب عشان أوصل للمستوى اللائق اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ده بيتطلب مني مجهدة أكيد يعني بشكل كبير والمجهدة دي بتساوي كتير أوى عند ربنا سبحانه وتعالى أكيد عشان ده أنا بقوم فيها نفسي وشر نفسي يعني وبالتالي أنا برضو بحافظ على الأرض والوطن نعم فده لي سوابه التالي لا شك وبعدين هو يمكن هناك المتقولي أنه مقابله لون من ألوان التضحية ده حدث فعلا زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مرحلة الدعوة الأولى وهي في مكة وكانت سرية وبعد أن أصبحت سرية وأعلنت إلى حد بعد ثلاث سنوات ما الذي حدث دخل الناس البعض منهم في دين الله ولاق الأمرين والعذاب الشديد هذا العذاب الشديد كان قادرا سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك هذا العذاب ويسير الناس سواسية المؤمن منهم كما يريد والآخر كما يريد لكن كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يكون هذا العذاب وهذا الإصرار من المؤمن على إيمانه كلون من ألوان الطمحيص لهذه الشخصية فلا يدخل في الدين إلا الشخصية التي آمنت حق الإيمان وملأ الإيمان قلبها فهذا يعني هذا لهم من ألوان الطمحيص